بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام المهدي المنتظر عدل الله فرجو الشريف جعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن شيعته ومن المستشهدين بين يديه بعد أن بينا في الحلقات الماضية كيفية خدمة الإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة حان الدور الآن إلى أن نبين كيفية خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن الظهور هذه الرواية التي هي محور هذا البرنامج الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَخَدَمْتُهُ أَيَّامَ حَيَاتِي أيام حياتي ونحن في هذا الزمن تشمل زمن الغيبة وتشمل أيضا زمن الظهور زمن الغيبة بينا مصاديق خدمة الإمام سلام الله عليه وحان الدور إلى بيان مصاديق خدمة الإمام سلام الله عليه في زمن ظهوره المبارك إن شاء الله تعالى هناك وسائل عدة وأساليب عدة لكي يكون الإنسان المؤمن خادما لإمامه المنتظر سلام الله عليه في زمن ظهوره المبارك واحدة من أهم هذه الطرق لخدمة الإمام أن تكون مساعدا للإمام سلام الله عليه في نشر تعاليم دينه الإمام سلام الله عليه عندما يظهر وكما في الروايات المباركة بأن سبب ظهوره هو أن يملأ الأرض قصطا وعدلا بعد أن ملئت جورا وظلمة فإذن مهمته الأساسية هي نشر الدين نشر الدين ليس فقط في مناطق معينة في دول معينة لا نشر الدين على كل هذه الأرض على كل بلدة خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض فإذن هذه مهمة عامة مهمة شاملة فبالتأكيد الإمام سلام الله عليه يحتاج فيها إلى أعوان يحتاج فيها إلى أشخاص يساعدونه في هذه المهمة الإمام عزي الله فرجو الشريف عندما يظهر لا يعتقد البعض بأنه سوف يحكم بالأسباب الإعجازية يحكم كله بالمعجزات بالخوارق للطبيعة نعم عندما يظهر سوف يستخدم القوة الإعجازية يستخدم المعجزات يستخدم الخوارق للعادة ولكن ليست حكومة الإمام كلها مبنية على المعجزة وهذا وسنأتي ونبين الشواهد على ذلك بأن الإمام سوف يحكم بالأسباب الطبيعية فإذا كان الأمر كذلك فهو يحتاج إلى أعوان يحتاج إلى أنصار يساعدونه في هذه المهمة وهي مهمة نشر الدين لذلك ورد في الروايات المباركة بأن الثلاثمائة وثلاثة عشر شخصا هؤلاء صفوة أصحاب الإمام سلام الله عليه خلص أصحاب الإمام هؤلاء سيكونون أصحاب الألوية كما في الروايات المباركة أطلق عليهم هذه الصفوة بأنهم أصحاب الألوية ما المقصود بأصحاب الألوية؟ يعني أنهم سوف يكونون القادة الذين يبعثهم الإمام إلى مختلف أرجاء هذه الدنيا أو هذه الأرض في كل مكان الإمام يبعث أحدا من هؤلاء الصفوة الخالصة ويبعث معه رسالة ويبعث معه منهاج كامل لكيفية نشر الإسلام ونشر تعاليم أهل البيت عليه السلام في ذلك المكان الذي يبعثه إليه كذلك تجدون بأنه هذا الأمر وردت الإشارات إليه في الأدعية المباركة وكذلك في الروايات الشريفة مثلا نحن نقرأ في كل عام في أدعية شهر رمضان المبارك وهذا الدعاء المخصوص المعروف بدعاء الافتتاح وهو مروي عن الإمام الحج المنتظر سلام الله عليه يقول في جملة ما يقوله الإمام أنا أقطع فقط موضع الشاهد يقول وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني من من تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري فإذن هناك أشخاص سوف يعتمد عليهم الإمام سلام الله عليه في الانتصار لدين الله هذا الدين كما قلنا لا ينتشر بالأسباب الإعجازية بالأسباب الغيبية فقط نعم الإمام يستخدم الأسباب الغيبية ولكن أيضا هناك أسباب طبيعية وهي أن هناك أصحاب هناك أنصار للإمام سلام الله عليه يتولون هذه المهمة مهمة نشر الدين وتعاليم الإسلام في كل بلد من هذه الأرجاء كذلك ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلاً في كل إقليم يعني في كل دولة بهذا المصطلح الحديث في يومنا الحاضر في كل دولة يبعث رجلاً يقول عهدك في كفك الإمام يقول له عهدك في كفك فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك وعمل بما فيها قال ويبعث جنداً إلى القسطنطينية فإذا بلغوا الخليج كتبوا على أقدامهم شيئاً ومشوا على الماء هذه من الأسباب قد تكون الأسباب الغيبية فإذا نظر إليهم الروم يمشون على الماء قالوا هؤلاء أصحابه يمشون على الماء فكيف هو إذا كان أصحاب الإمام يستطيعون أن يمشوا على الماء فما بالكم بالإمام هو نفسه كيف ستكون قدرته كيف ستكون معاجزه فعند ذلك يفتحون لهم أبواب المدينة فيدخلونها فيحكمون فيها ما يريدون يعني يبدأون بنشر تعاليم الإسلام ونشر ما أراده الإمام سلام الله عليه منهم لاحظوا هنا قد يثار إشكال أو يثار مسألة معينة بأنه كيف أنه يستطيع هؤلاء الأصحاب أو هؤلاء الأشخاص بأن ينظروا إلى كفهم ويعلموا ما أخفي عنهم من مسائل أو من أجوبة هذا الأمر قد يكون قبل مئة سنة أو مئتين سنة قد يكون شيئا عجيبا ولكن نحن في هذا اليوم وفي هذا العصر ومع هذا التطور الكبير الذي حصل في العالم قد يكون هذا شيئا معقولا نحن اليوم نجلس في دارنا ونمتلك جهازا أصغر من كف اليد ونستطيع أن نعلم جميع ما يجري في العالم كل مسألة تخطر في بالنا نستطيع أن نتعلمها من هذا الجهاز الصغير فإذا لا غرابة في أن الإمام سلام الله عليه يجعل هذه الميزة عند أصحابه ينظرون إلى كفهم ويعلمون ما يريدون من مسألة أو من جواب قد يكون أشكل عنهم لأن الإمام سلام الله عليه في الروايات المباركة عندما يظهر سوف يأتي بعلوم جديدة لم يكن يعلمها الناس في زمن الغيبة هذه كلها من بركات الإمام سلام الله عليه بأن العالم سوف يعيش في عصر من التطور المذهل مع هذا التطور الذي نحن نعيش فيه لا يقارن هذا التطور مع زمن الظهور المبارك للإمام سلام الله عليه كذلك ورد عن عبابة بن ربعي أنه سمع أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول هو الذي طبعا هذا شاهد على أن الإمام سلام الله عليه سوف يكلف أشخاصا لنشر دينه وكما قلنا واحد من طرق خدمة الإمام سلام الله عليه في عصر الظهور أن تباشر وأن تخدم الإمام عن طريق نشر دينه نشر تعاليم دينه لأن الإمام كما قلنا يعتمد على الأسباب الطبيعية في بعض الأمور ولا يعتمد على الإعجاز في جميع الأمور يقول في قوله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال له أظهر ذلك بعد يعني ظهر هذه الآية مضمونها أو تأويلها ظهرت أو لا يا أمير المؤمنين قال كلا والذي نفسي بيده حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله بكرة وعشية فإذن هذه الآية لم يحن زمن تطبيقها الفعلي بعد كل هذه الفترة هذه الآية لم تطبق بالشكل الفعلي على أرض الواقع ولكن سيأتي أمير المؤمنين ويبين أنه سيأتي في زمن من الأزمنة أنه لا يبقى قرية لاحظوا لم يقل دولة لم يقل مدينة قال قرية هذه إشارة على مدى انتشار الإسلام أنه لا ينتشر فقط في الدول أو لا ينتشر فقط في القارات أو لا ينتشر فقط في المدن لا في أصغر جزء من الدولة أو من المدينة يدخل الإسلام بحيث أنه لا تبقى قرية من القرى إلا ونودي فيها بالشهادتين كذلك ورد أيضا عن ابن عباس في قوله عز وجل ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا صاحب ملة إلا صار إلى الإسلام حتى تأمن الشات والذئب والبقرة والأسد والإنسان والحية وحتى لا تقرض فأرة جرابا سأتي وأبين هذه المعاني إن شاء الله تعالى وحتى توضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير وهو قوله تعالى ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وذلك يكون عند قيام القائم عليه السلام هذه الأمور التي بينها ابن عباس في هذه الآية المباركة وبينها أمير المؤمنين سلام الله عليه في الرواية السابقة هذه كلها تحتاج إلى نصر من الناس الإمام سلام الله عليه لا يقوم بهذه الأعمال كلها لوحده هو إذا كان يريد أن يقوم بها لوحده كان يستطيع الله سبحانه وتعالى سخر الكون كله بيد الإمام ولكن كما قلنا الإمام لا يريد أن يحكم العالم بالأسباب الغيبية فقط يريد أن يحكمها بالأسباب الطبيعية فإذا هو هذه المهمة مهمة نشر الإسلام سوف توزع بين أصحاب الإمام كل شخص حسب قابليته وحسب استعداده وحسب إخلاصه للإمام سلام الله عليه سوف ينال جزءا من هذه المهمة لكي يكون خادما للإمام سلام الله عليه في زمن الظهور لاحظوا هذه الرواية التي ذكرناها أشارت إلى عدة حقائق أولا بيّنت بأنه لا يبقى هناك شخص من أصحاب الديانات الأخرى إلا دخل في الإسلام لا يعتقد البعض بأن الإمام سلام الله عليه سوف يجبرهم على الدخول في الإسلام نعم الشخص الذي يحارب الإمام الإمام يحاربه يقاتله ولكن الآية المباركة التي تحدثت لكم دينكم وليدين هي سارية إلى زمن الإمام إلى يوم القيامة فإذا الإمام سلام الله عليه لا يخصب أحدا لا يجبر أحدا على الدخول في الإسلام ولكن الناس خصوصا المنصفين الذين يخافون على عاقبة أمورهم عندما يرون الحق جليا وواضحا ويرون معجزات الإمام وكرامة الإمام وكرامة أصحابه مباشرة تلقائيا يدخلون إلى دين الإسلام هذه النقطة النقطة الأخرى بأن الإمام أو أن أهل البيت عليهم السلام بيّنوا بأنه في زمن الظهور لا تكون هناك مجال للعداوات حتى بين الحيوانات أجلكم الله لأن سبب العداء ينتفي يختفي ينعدم الحيوانات أجلكم الله الله سبحانه وتعالى عندما خلقها وتجد بأن حيوانا يفترسه حيوانا آخر الغاية الأساسية فيهم لماذا هي لأجل البقاء غريزة البقاء تدفعهم إلى الافتراس فإذا كان الطعام كان سبب البقاء متوفرا فتنتفي هذه الصفة صفة الافتراس صفة الحيوانية التي موجودة في الحيوانات فبيّن الأم عليه السلام هذا الأمر أيضا في هذه الرواية المباركة الأمر الآخر أيضا الذي بيّنوه في هذا المجال بأنه الإمام سلام الله عليه سوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير هذه طبعا إشارة على أن الإمام سلام الله عليه سوف يمحو هذه الرموز التي تدل على الشرك وعلى الكفر الذي يكون معاديا للإسلام الذي يكون على غير دين الإسلام ما هو شعاره شعاره إما أنه يرفع الصليب إما أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وإما أنه يأكل لحم الخنزير هذه الصفات البارزة الرموز البارزة التي نجدها في هذا اليوم للأشخاص غير المؤمنين فالإمام سلام الله عليه سوف يتكفل بهذه المهمة سوف يلغي يعدم هذه الرموز التي تدل على عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى ويحل بدلها الأمور التي تدل على توحيد الله سبحانه وتعالى فإذن هذه كلها من الأمور التي سوف يساعد فيها أصحاب الإمام سلام الله عليه الإمام المهدي عبدالله فرجو الشريف في زمن الظهور وسوف يكونون في خدمته عن طريق نشر دينه وتعاليم ما جاء به نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام عبدالله فرجو الشريف في زمن ظهوره المبارك وأن نكون من المحشورين معه إن شاء الله تعالى في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة